مساء الخير قصة النهاردة جرس انزور لأي أب وأم بينهم مشاكل والأي أب أو أم متطلقين بيحدفوا أولادهم لبعض كمان للناس اللي بتهرب من المسئولية خدوا بالكم هدى بطل القصة حقيقية النهاردة أبوها وأمها منفصلين وشوية تروح تعيش عند أمها وشوية عند أبوها وشوية عند خالها هنا تلاقي زوج أم وهنا تلاقي مرة أب وهنا شباب كتير ده يخنق عليها شوية وده يدايق عليها شوية لحد ما قررت أن هي تسيبهم وتطفش من غير ما يعرفوا مكانها فين هدى بعتت تقول لنا بقى لي خمس سنين نفسي أقول لأهلي على مكاني وخيفة يقتلوني طب إيه بقى اللي خليها تعمل كده وإيه اللي حصل في حياتها بعد ما ثبت البيت تعالوا نسمع قصة من الأول اسمي هدى في العشرنات من عمري اتولت لأب وأم بينهم مشاكل كل واحد منهم في ناحية عشت مع أمي لحد ما بقى عندي 14 سنة وساعتها أمي اتعرفت على حد وجيت قدم لها ووافقت عليه قلت وماله حقها ورحت عشت مع أبويا فترة قصيرة جدا لحد ما اتجوزت وأنا سيني صغير قبل ما اتجوز كنت بحب شخص وبيحبني بس من كتر العذاب اللي شفته مع مرات أبويا والبهدلة اللي تبهدلتها كان نفسيا بعد عن العيشة دي بأي شكل وأول ما جات الفرصة أن يتجوز من حد ما عرفوش قلت أكيد هيكون أهون من اللي أنا شايفاه ووافقت على طول خصوصا أن اللي بحبه ما كانش جاهز كان عندي بالزبط 16 سنة وقتها والعريس عنده 32 سنة يعني ضعف عمري قبل ما اتجوز قعدنا مخطوبين 7 شهور بعد ما اتجوزنا اكتشفت أنه كان متجوز قبلي مرتين وأنا الثالثة كان سهل عنده موضوع أن هو يتجوز ويطلق كمنه بينشن على البنات الغلابة اللي ظروفهم وحشة عاشت معاه لمدة 3 سنين اتجوزنا في بيت أهله كان بارد جدا بني آدم مش طبيعي تتكلمي معاه مايردش عليك دايما مهمل في نفسه وفي اللي معاه حياته كلها أكل وشرب ونوم وبس مفيش كلام مفيش أحساس مفيش آية حاج مكنتش حاسة من ناحيته بأي شيء وندمت أني تسرعت في الجواز ومن كتر الزهق غلطت غلطة أنا معترفة بيها بس ما كانتش كبيرة بالشكل للناس متخيلين طب غلطة إيه يا هود؟ أو عيكوني رجعتسي تتكلمي مع الولد اللي كنتي مرتبطة بيه أو تتكلمي مع أحد تاني بصراحة يا سالي كنت بتكلم مع واحد تاني في التليفون بس كان كلامه بس والله العظيم بسبب أني ما لقيتش حب ولا اهتمام من جوزي وكان فيه فرق سن وبرود ومشاكل لكن ما كانش أكتر منه هو مجرد كلام وخلاص لحد ما جوزي عارف وقلب الدنيا وراح قال لأهلي بس تعرفي إيه اللي استغربت له ساعتها يا سالي أن جوزي لما عارف ما كانتش مشكلة أنا بكلم حد قد ما كانت مشكلته أني مش بخلف عشان عندي مشكلة في الرحم وعشان النقطة دي بالذات الموضوع وصل للطلقة والطلقت أبويا ساعتها خاد عفشي وحكتي كلها وراح قال لأخوالي أنا مليش دعوة بيها أنتو اللي ربطوها من الأول وأنا مربطاش خدوها خلوها عندكم وخدني خالي وعيشت مع أمراته وولاده وولاده كانوا كبار واحد منهم حاول يعمل معايا حاجات مش كويسة وأنا مش عايزة أعمل حاجة وحشة بعد اللي شفته كنت عايزة أكون كويسة وكل أملي أني أعيش سني اللي عمري ما عيشته لكن فجأة بقيت أنا بالذات اللي تحت المنظر ليه؟ أصلك مطلقة أصلك محسوبة علينا كل ما تحرك خطوة لازم حد يبصلي ويقول لي ما تعمليش كده مش عايزين حد يتكلم عليكي مع أن بنات خالي كانوا في نفس سني مسموح لهم يعملوا كل النفسهم فيه مسموح عشان يجيبوا عرسان والناس تشوفهم وتعرفهم لكن أنا مترقبة ومحبوسة وفوق ده كله حتى في البيت مش حاسة بأمان أنا لما اطلقت كان عمري 18 سنة حاولت أتعلم حاجة تفيدني وفعلا دخلت بمعهد قراءات وكنت بحفظ قرآن وقعدت فترة كده بعدين رجعت كلمت الولد اللي كنت بكلمه فكرت أنه ممكن يكون لسه بيحبني بجد ممكن نتجوز فكلمته فترة وبعد كده أهل أمي عرفوا وساعتها كان قرارهم أنهم يرجعوني أعيش عند أبويا تاني المشكلة بقى يا هده أنه مع كل مشكلة بتحصل حد منهم يروح حدفك على التاني عشان إيه؟ عشان يرايح نفسه من المسئولية مع أن المسئولية اللي بجد أنهما يربوكي ويخلوا بالهم منك ويحاولوا أنهما يفهموكي غلطك وبالراحة مش عايزة أقولك يا سالي على عيشتي مع مرات أبويا كانت عاملة إزاي؟ بعد ما رجعت كانت عيشة كلها زل ومعايرة وأبويا كان بيشتمني ويقولي كلام عيب وهنا قررت أني أمشي ومحدش يعرف ليا طريق وفعلا مشيت واتبهدلت اتبهدلت شوية حلوين وبعد كده قابلت واحدة من اللي بيش حاته في الشارع خدتني أعيش عندها بعد ما طمنتني أني صعبت عليها وهتعتبرني زي بنتها وأنا بكيت بكت لها وقلت لها اوعي تظلميني أو تفكري فيها فكرة كده ولا كده أنا غلبانة ومليش في الغلط وبعد كده ربنا كرمني بحد هي تعرفه وشافني معاها حبني والله العظيم أول ما شافني وقال لي أنا نفسي أتجوزك وفعلا اتجوزنا وخدني أعيش معاه في بيت أهله أول ما اتجوزنا كانت شاقته على البلاط ودلوقتي إحنا ماليين شاقتنا من كل حاجة هو أبوي وأخوي وابني وحبيبي وكل حاجة لي في الدنيا بس أنا مشكلتي كلها فحاجة واحدة أني نفسي أعرف أهلي مكاني وأطمنهم علي بس خايف لو عرفتهم مكاني يقتلوني بعد ما سبتهم وهربت من خمس سنين لا حس ولا خبر ودلوقتي ندمانا وعرفني غلطانا بس هم اللي وصلوني لكده ومش قادرة مش قادرة نساهم قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة هدى رسالة مأساوية جدا مش قادرة حد طيب هي ضحية ولا غلطانة طب هي وحشة وتستاهل تتعاقب ولا تستحيق أني تاخد فرصة تانية طب أهلها بيحاولوا يلاقوها أو موجوعين عليها أو 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 والله خلص نسيوها ما صدقوا لا مطبطها زي ما بيقولوا ودلوقتي بقى خد ترجع وتتأسف لهم على اللي حصل تحاول تروح لهم ولا لا تطمنهم إنه ما مش يتشف سكة غلط ولا ممكن فعلا هم ما يقتلوها هل هيقتلوها فعلا هل هو فارق معهم مش عارفة ترجمة نانسي قنقر